وفي معادلات التوازن في المسؤوليات استقبل الرئيس مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين إلينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق وخلال اللقاء الذي حضره ستيفن بينر القنصل العام للولايات المتحدة في أربيل أشارت السفيرة الأمريكية لدى العراق لنتائج الزيارة الأخيرة للرئيس بارزاني إلى بغداد والتي كان لها تأثير كبير على رؤية الأطراف السياسية العراقية وخلق مناخ إيجابي للتعامل مع القضايا المختلفة كما تناول اللقاء الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة وانتخابات برلمان كردستان المقررة في شهر تشرين الأول المقبل وضرورة إجراء الحملات الانتخابية في أجواء حرة وبعيدة عن التوترات وكان بقاء قوات التحالف الدولي في العراق والتهديدات الإرهابية على العراق والمنطقة محاور أخرى للقاء